تمرين اللونجز واحد من التمرينات الأساسية اللي نبدأ نعملها عشان نقوي عضلات الجلوتس عضلات المؤخرة وبرضا عضلات الرجل لحد قليل لكن كتير مننا بيجي يعمل لونجز بيحس بألم في الرجب عنده ليه ده بيحصل وإيه أسبابه وهل ده ممكن يكون بيأثر علينا بالسلب طبعا ده ممكن يكون واضح جدا من الألم اللي ظاهر لكن هل كمان بيخلينا ممكن نكون ما بنستفيدش من التمرين بالقدر الكافي حلقة مهمة في خطأ بيشوفه كتير جدا جدا مع الناس يلا بي سلام عليكم معكم دكتور حزم طارق دكتور علاج طبيعي عضلات الجلوتس أو عضلات المؤخرة واحدة من العضلات المهمة جدا والأسية لكن للأسف بسبب أن احنا بطولينة في العصر اللي احنا فيه دوت ناس قاعدة على طول فالقعاد نفسه على عضلة وأن العضلة يبقى ضغوط عليها على طول بيعملها تثبيت فعضلات الجلوتس عندنا دايما بتبقى مثبتة أو مششغالة بالقدر الكافي عشان كده التمرينات زي اللونجز وتمرينات زي البريدج بتكون أساسية جدا بالنسبة لي مع أي حد بيتضرب معي أو أي حد بقول له يتمرنوا عليها أو حتى مع الحالات والعينين اللي بعالجهم لكن وبرضو بالسبب العادات الغلط اللي بنعملها يوميا من عادات غريبة وكده بيحصل مصر الامبالنسز أو عدم توازنات ما بين مجموعات من العضلات الأمر اللي بيؤدي لاختلال الحركة بتاعت التمرين ده بالإضافة أنت ممكن تكون أصلا مش عارف التكنيك الصحيحة بتاع التمرين طبعا أنا كنت وضحت فيديو كامل عن تمرين في السليم إزاي نبدأ نعمل تمرين لونجز بطريقة مظبوطة لكن هسترس النهاردة و هركز على خطأ بشوفه جدا الخطأ وهو جماعة المفروض أن احنا مريجي نعمل تمرين لونجز سواء كان فورورد لونجز أو باكورد لونجز هنرجع برجلين الوراء وننزل أو هنطلع الرجلين القدام وننزل كلهم بيشتركوا في حاجة واحدة لازم الخطوة اللي هتاخدها القدام أو هترجحها الوراء تكون كافية يعني كافية يعني لما تيجي تاخد الخطوة القدام كده أو الوراء ربطك البفروض من قدام ما تتعداش صوابع رجلك من قدام يعني ما ينفعش تيجي كده ده بيحصل ليه بيحصل في الغالب لأن انت بتاخد خطوة قليلة يعني مثلا انت وايفة هو خد خطوة قليلة وهدين ايه بتعمل لونجز كده كده الوضع دوت بيحط الباتيلو في مرال جوينت أو مفصل صبونة بتاعت الرجبة في وضع مش مظبوط تحميل على الرجبة اكتر ده غير ان انت مش بتستفيد بالتمرين بالقدر الكافي طيب ازاي ميكاني كي لما تيجي نعمل تمرين لونجز المفروض مكان القوة اللي بيطلع منه ورد الفعلة من الارض عشان يشغل عضلات بتاعتنا والجلوس الشتغل بطريقة السيئة هو كعب الرجل عندما تيجي تنزل بالمنظر ده كده على كعب الرجل القوة بتنتنقل من كعب الرجل لكده لكده فعضلات الجلوس بتبقى هي اللي شغالة بطريقة السيئة عشان تبدأ تعمل الحركة اللي هي ايه طال عادية انما لما انت بتيجي تاخد بقى لقدام خطوة صغيرة مثلا كده هو تيجي تعمل بيكون في جزء من القوة راح كده يعني وزنك اصلا بيحاول يحدفك بالشكل ده الوضع اللي بيأثر جدا على مفصل الرجبة بيخليك مش بتستفيد بالتمرين وتحمل على الجلوس طب انا بالفعل عندي المشكلة دي وجات لي ازاي ابدأ اصلح الموضوع ده عشان استفيد بتمرين مابتعين لو انت عندك الم في الرجبة بالفعل انا كنت عملت فيديو كامل عن علاق الم من رجبة اللي بقتله في مرال جوينت بطريقة السيئة ممكن تلاقيه تحت في الدسكريبشن وعشان تبدأ تعمل تمرين بطريقة صحيحة لازم تاخد الخطوة المناسبة الخطوة المناسبة دي المناسبة لطول رجلك انت ما ينفعش اقول لك على حاجة واضحة لكن عشان تبدأ تعملها كده هتبدأ توقف تمام وتاخد خطوة تمام وزي ما احنا شايفين اهو وتنزل النازلة وبص من قدام كده على على رجبتك وصابع رجلك لو لقيت ان انت مش شايف صباح رجلك نتيجة ان رجبتك طلع لقدام جامد جدا كده انت بتعمل تمرين بطريقة غلط ساعتها هقول لك ارجع القر شوية بالخطوة بتاعتك بحيث ان رجلك تكون وانت نازل كده شايف مص مشت رجلك من قدام يعني ايه يعني من اول بداية الصابع كده لو انت مش لابس شوز او مش لابس جازمة ولو انت لابس جازمة هتبص من بعد الروباط كده تلاقي من بعد الروباط هو ايه زهر قدامه وتبدأ تنزل بالمنظر ده كده وتعمل تمرين بكل امان وفيش مشاكل ان شاء الله بس كده دي كتباية سريحة كده ملحوظة على تمرين لو عندكم اي تمرين مش عارفين تعملوه او في شوية اخطاء مع او الام بتصيبك سنة التمرين في الغالو انت بتعمل حق غلط في التمرين قول لي تحت في الكومنس وان شاء الله اعلق لك على التمرين ده وتقول لكم ممكن تكون بتعمل ايه غلط وزي نبدأ نصلح دوت بشوية التمرينات عليك طبيعي من بتاعتنا كان معاكم دكتور حازم الطارق شوفك الفيديو الجاي ان شاء الله سلام عليكم